الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار سبحانه وتعالى مكور الليل على النهار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته ودوام للتعاض وللدكار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه والصلاة والسلام على الخيرة المصطفى من خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه عباد الله أوصيكم ومن ثم أوصي نفسي المذنبة المخطئة بتقوى الله تبارك وتعالى وحسن مراقبته في السر والعلانية فإنه ما من عبد أحسن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر قبل العلانية إلا كان ذلك له وجاء ومدخرا وأجرا عظيما في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين أحسن مراقبته كل مسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه the topic of my khutbah today is the most important issue which has every muslim has to have or to have concern about it this is if we have الحب في الله تبارك وتعالى the love in the sake of Allah between بيننا كمسلمين ، الله سبحانه وتعالى سيجعلنا جميعاً في هذا الوقت الأحيان في عمل الله ، يا أخوة وأخوة ، إنها مهمة 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 وهمة وهمة في عمل الله سبحانه وتعالى أيضاً ، إنها مهمة 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 وهمة في هذا الوقت الله سبحانه وتعالى سيجعلنا في القرآن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين الأخوة في القرآن سيجعلنا في القرآن سيجعلنا لبعض المتقين الله سبحانه وتعالى يتحدث عن المسلمين ، يتحدث عن المؤمنين قال وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ في القرآن سيجعلنا في القرآن سيجعلنا من عند العرش برحمتك يا أرحم الراحمين وتحت عرش الرحمن واجعل كل واحد منا في الفردوس الأعلى من الجنة والله سبحانه وتعالى أيضا قال وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ هذا يعني أن تكون محمل مع كل موسلم ومكل مؤمن ونظروا يا أخوة والأخوة والأخوة انظروا على حقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنه اميغران من مكة إلى المدينة الأولى الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو المنطقة المسجد المسجد القباء zierًا والأخوة وهو المؤاخه بين المهاجرين والأنصر صلى الله عليه وسلم lanzándhep المهاجرين والأنصر وعندما نكتماح فيakhспوعان الله هذه الأشياء، نجد أن هذا كل أمّة وكل كل المسلمين في كل مرة عندما يريدون أن يكون لديهم مرحباً، يجب أن يتكلم على هذه الأشياء المهمة أولاً هذا المساجد، ثم المؤخاء، الأخوة الحقيقية، الأخوة الحقيقية، الأخوة الحقيقية هذا ما نحتاجنا في الوقت الله سبحانه وتعالى، انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال حكاية عن المسجد الضرار لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه ماذا يحتوي هذا المسجد؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين يقول صلى الله عليه وسلم، أخو المسلم، أخو المسلم لا يسلمه، ولا يظلمه، ولا يخذله المسلم، أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يخذله، ومن مشى في حاجة أخيه، مشى الله في حاجته ومن ستر مسلم في الدنيا، ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة المسلم، المسلم هو أخذ كل المسلم، هذا المسلم لا يسلمه كل المسلم، لا يسلمه ومن المسلم، والمسلم الذي يتحرك في حاجة الله سبحانه وتعالى في حاجاته، الله سبحانه وتعالى وليله المثل الأعلى ستحرك في حاجاته هل تتخذك سبحان الله، أخوة وأخوة أخوة هذا؟ وفي أخر حديث، إخوانا، أحتاج إلى كل سبحانه وتعالى على هذه الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من اعتكف صل على رسول الله اللهم صل عليك يا سيدي رسول الله من اعتكف يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار مسيرة ثلاثة خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض هذا الذي يعتكف يا اخوانا ماذا يوما واحدا الله يباعد بينه وبين النار مسيرة ثلاثة خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض ومن مشى في حاجة أخيه يقول العلماء سواء هذه الحاجة قضيت أم لم تقضى لكنه سعى ومن مشى في حاجة أخيه كان له أجر اعتكاف عشر سنين اعتكاف يوم الله يباعد بينك وبين النار مسيرة ثلاثة خنادق وإذا مشيت سعيت سواء قضيت أم لم تقضى لكنك سعيت فالله يجازيك بأجر اعتكاف عشر سنين اللهم اجعلنا من المتحققين بذلك يا رب العالمين صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعني هل لكي يجعل اعتكاف يحاول أن يساعد حتى لو لا يساعد ولكن يحاول الله سبحانه وتعالى سوف يساعد له كم إعتكاف 10 سنوات ونبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا قال صلى الله عليك يا سيدي رسول الله من زار أخا له في الله أو عفوا روى الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيح أن أخا زار أخا له في الله فأدرج الله على مدرجته ملكا فقال له يا عبد الله إلى أين تذهب قال والله إن هناك أخا لي في الله في القرية الفلانية أريد زيارته قال هل من رحم بينك وبينه؟ هل من قرابة بينك وبينه؟ هل من مال تتعاطاه بينك وبينه؟ قال لا غير أني أحبه في الله قال الملك فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه الله أكبر صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله سبحان الله سبحانه الله سبحانه وتعالى و الله سبحانه وتعالى ملك كما يتبعه حتى يصل له وقال له سبحان الله أين تريد أن تذهب؟ قلت أن أريد أن أردت أخي يسأل له هل هناك أي علاقة أو تحبه؟ أو شركة بينك وكما؟ يسأل له لا، لكنني أحبه لأن الله سبحانه وتعالى و الملك قال له أم الله سبحانه وتعالى مصنجر لك لك أن الله سبحانه وتعالى أحبك كما تحبك أخوه لأنه سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من أولئك يا رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد قال أيضا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أولاها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ثانيهما أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله وأن يكره الرجل لا يكرهه إلا لله ثالثها وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسلم إذا كان لديه ثلاثة أشياء ثلاثة أخوة الله سبحانه وتعالى سوف تحبه نعم النحوة النحوة ما هي النحوة النحوة نعم النحوة 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 هذا أولا الله سبحانه وتعالى ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب سيدنا رسول الله سبحانه وتعالى وكذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من أحد أخرى دولا أن يحب بخيره في الإسلام لأسفة الله سبحانه وتعالى وإذا كان يحب بخير أحد أو المسلم مثلاً لأن هذا المسلم يجب أن يحب بخير لا يكرهه إلا لله لا يكرهه إلا لله لا يكرهه إلا لله فقط لأسفة الله سبحانه وتعالى وكذلك الثالثة لأسفة أسفة أو لأسفة أخرى لكفر كما يحب أن يحب بخير في المسلم وصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول أيضاً في الحديث إخواني can you imagine at the day of judgment when the sun will be so so close to your and to my head and to your head can you imagine subhanallah this situation at that day subhanallah الله سبحانه وتعالى will put seven kinds of people under his shadow سبحانه وتعالى سبعة يظلهم الله في ظله من ضمنهم ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه from those people one or two people who love each other for the sake of Allah سبحانه وتعالى and who live at that loving and also they die at that loving for the sake of Allah سبحانه وتعالى and also for the ahadith of سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي where are those people who love each others just for my sake I will put him at that day at the day of judgment under my shadow اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رحم الرحيم and صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم also said in another hadith إخواني all of the hadith which I told you about this is a hadith صحيحة ويحتج فيها ان شاء الله تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا من الناس ما هم بنبيين ولا بشهداء ولكن يغبطهم النبيون والشهداء على ما هم عليه قيل يا رسول الله صفهم لنا أخبرنا عنهم قال أولئك قوم تحابوا بروح الله تبارك وتعالى من غير مال يتعاطونه ولا أنساب ولا أرحام بينهم فوالذي نفسي بيده إن وجوههم لنور وإنهم لا يخافون حين يخاف الناس ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون اللهم جعلنا من أولئك النفر يا رب العالمين يقول من أولئك من أولئك لكنهم يظهرون جميل في يوم القرآن وهم لن يكون أي خطأ في يوم القرآن عندما يكون أي خطأ ثم قال الله سبحانه وتعالى ألا إنا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يحزنون أن أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يحبون جميعاً لأن الله سبحانه وتعالى ويحبون الله سبحانه وتعالى كثيراً ويجعل كل الأشياء التي الله سبحانه وتعالى لا يكون أي خطأ وليس لن يكون أي خطأ في اليوم القرآن ويحشر المرء مع من أحب فقرر أخي المسلم مع من ستحشر يوم القيامة وقرر من تحب في هذه الحياة الدنيا إذا أحببت هذه معادة الإخوان إذا أحببت فاسقاً فاعلم على أنك ستحشر معه إذا أحببت ظالماً فاعلم أنك ستحشر معه إذا أحببت قاتلاً فاعلم أنك ستحشر معه إذا أحببت مؤمناً حقاً فاعلم أنك ستحشر معه فَكَيْفَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَنْ أَحَبَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَبِمَنْ أَحَبَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم said the person will be assembled with the one who loves at that dunya اللهم اجعلنا ممن يحبون رسولك صلى الله عليه وسلم وَحْشُرْنَا اللَّهُمَّ مَعْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُ also my dear brothers and sisters الله سبحانه وتعالى وَسَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لما الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أخذوا بفحوى كلام الله سبحانه وتعالى وفحوى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصالحون أقصد في الحب في الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى نجاهم من هول الدنيا وينجيهم من عذاب دار الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى I'll tell you إن شاء الله little bit two or three stories about at our days subhanallah two brothers from the childhood they play together they grew up together they studied together they went to the college together and subhanallah they got married the same sisters or two sisters and they live at the same building and they were subhanallah loving each other for the sake of Allah very 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 much and subhanallah at one day one of them subhanallah was died and subhanallah this is the this is story subhanallah يعني one of the mashayikh told us about this and he was like witness at this story and subhanallah the other brother came and subhanallah began to so weeping so 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 much and screaming and a lot a lot and subhanallah when the sheikh asked his dad or his friends about subhanallah what's happened to that person to that guy to that young man they told the sheikh about his story with his brother for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and the subhanallah the sheikh said the next day there were subhan there was another janaza and subhanallah when the sheikh look or looked at that person who is now died when he looks at him subhanallah the sheikh said i know this person i saw him before this is person are that guy that young man who was weeping on his brother the last day and subhanallah he asked his dad about the situation subhanallah he told him that when he returned back to the house he refused to eat anything and subhanallah he he went to sleep and when they want at the morning to wake him up and subhanallah the sheikh told that subhanallah we want to 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 take him to the cemetery and when subhanallah when they went to the cemetery they found the grave beside his brother grave he was already dug this is grave nobody touch him touch it and they put him in that grave subhanallah my dear brother and sister just to close please 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 little bit please little bit i i i i and i think some of us maybe remember remember at one of the rasulullah sallallahu sallam battles when they don't have enough or they have limited graves and sallallahu alayhi wasallam and sallallahu alayhi wasallam told the sahaba that put every two brothers who were brothers in the sake of allah mu'akha and ukhwa fi sabiilillahi tabarak wa ta'ala and put each of them upon each other and subhanallah also from the ahadith of sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam and the stories also hadith wa qista and subhanahu alayhi wa sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam and the ذلك الأعرابي إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أخ العرب أو تهزأ بي لكوني أعرابياً؟ ووالله لو لا رشاقة قدك وصباحة وجهك لشكوتك إلى حبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أَوَمَا تَعْرِفُ نَبِيَّكَ يَا أَخَ الْعَرَبُّ ذلك الأعرابي لا يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتكلم أَوَمَا تَعْرِفُ نَبِيَّكَ يَا أَخَ الْعَرَبُّ قال لا قال فما إيمانك به؟ قال والله لقد آمنت به ولم أره وصدقت بنبوته ولم ألقه فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انظروا إلى الحب أيها الأحبة الكرام قال اعلم أني نبيك في الدنيا ورفيقك في الجنة في الفردوس الأعلى من الجنة الحمد لله انظر إلى هذا هنيئا له والله ذلك الأعرابي فقام فنزل سيدنا جبريل من السماء هذا الحديث حديث صحيح أيها الأحبة الكرام فنزل وهبط سيدنا جبريل من السماء وقال يا محمد اللهم صل على سيدنا محمد إن ربك يقرئك السلامة ويقول لك قل لصاحبك لا يغرنك حلمنا فغدا نحاسبك من المتكلم سيدنا جبريل حكاية عن الله تبارك وتعالى لا يغرنك حلمنا فغدا نحاسبك فقال ذلك الأعرابي لما أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم قال أو يحاسبني ربي يا رسول الله فقال نعم يحاسبك إن شاء فقال والله انظروا إلى ذلك الأعرابي أيها الأحبة الكرام والله إن حاسبني لأحاسبنه من يقصد إن حاسبني الله لأحاسبنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو متبسم وكيف تحاسب ربك يا أخ العرب قال قال انتبهوا أيها الأحبة الكرام إلى العربي القح قال والله إن حاسبني على بخلي لأحاسبنه على كرمه وإن حاسبني على ذنبي لأحاسبنه على كرمه وإن حاسبني على ذنبي لأحاسبنه على عفوه الله أكبر انظروا إلى هذا الجواب المفحم فقال فنزل سيدنا جبريل الثانية فقال يا محمد صلى الله عليه وسيدنا رسول الله إن ربك يقرؤك السلام ويقول لك قل لصاحبك الأعرابي لا نحاسبه ولا يحاسبنا وهو رفيقك في الجنة اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا رفقاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله at one day سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم was making tawaf around the Kaaba and ahead of him سبحان الله was أعرابي and that أعرابي سبحان الله he was saying O Kareem O Allah يدعو الله سبحانه وتعالى and النبي صلى الله عليه وسلم saying after him O Allah O Allah O Kareem then سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي قال O that guy or this guy أو تهزأ به do you mucking at me then سبحان الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم said no that أعرابي told رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله I swear by Allah unless you have that face that bright face I will complain you to my beloved سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم and سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم said to him did you know or do you know your prophet he said no what's about your belief in him I believe in him and I didn't see him before then صلى الله عليه وسلم told this أعرابي be aware that I'm your prophet and I'm your intercessor at the day of judgment then subhanallah سيدنا جبريل revealed and told سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحمد اللهم صلى على سيدنا رسول الله الله سبحانه وتعالى make salam upon you and tell you that or tells you that say to your this أعرابي that at the day of judgment we will accountable him and صلى الله عليه وسلم told أعرابي what's Sayyidina Jibreel told him and then Sayyidina Jibreel عليه الصلاة والسلام أو Sayyidina Jibreel ذلك الأعرابي قال if Allah subhanahu wa ta'ala at the day of judgment will or accountable me I will accountable him then I will accountable him I will accountable him on his on his on his accountable me accountable me at my sin or sins I will accountable him at his forgiveness subhanahu wa ta'ala and then صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ذلك وبعد تبسمه Sayyidina Jibreel revealed the second time and told Sayyidina Rasulullah صلى الله that Allah subhanahu wa ta'ala makes salam upon you and tells you that till you're that 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 we that Allah subhanahu wa ta'ala will not accountable him and he will be your friend at الفردوس الاعلامين الجنة اللهم اجعلنا من أولئك النفر يا رب العالمين اللهم أكرمنا بكرمك اللهم أكرمنا بكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله أيها الأحبة وليستغفر كل واحد مننا الله subhanahu wa ta'ala من سويداء قلبه استغفر الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر نشكره سبحانه وهو الواعد بالمزيد لمن شكر فقال سبحانه ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإن الله قد أمرنا أيها الأحبة الكرام بأمر عميم زادنا فيه نحن المسلمين من التشريف والتعظيم فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله رب العالمين يَا أَيُّهَا عن السادة العظماء السادة النجباء سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن كل الصحابة وعن كل القرابة وعن كل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سيدنا عزمان مي أخوة أبي بإحسان ومي أخوة ومي أخوة سيدنا مي أخوة لأخوة هذه خطبة سبحان الله لا يحد في هذه المرة سوف يكون موسلمين لا يمنح أو يحب نساء نساء إلا أن نساء 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 إلا أن نحب نساء نساء لساء الله سبحانه وعلى اللهم اجعلنا من المتحب اللهم اجعلنا من المتحابين فيك واحشرنا اللهم مع أحب الخلق إليك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافيت اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد وسائله توجه إلى الله أيها الأحبة الكرام فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن في الجمعة لساعة ما يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا استجيب له اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيب للعبد وسائله إنا قد بسطنا إليك أكف الضراعة متوسلين إليك باسمك الأعظم إلا فرج تهم المسلمين اللهم نفس كرب المسلمين اللهم نفس كرب المسلمين اللهم فرج عن أحبابك المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وأفغانستان وباكستان وفي بورما وفي إفريق الوسطى وسائر بقاع المسلمين اللهم أبدل لأمتك أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم بجاه حق اسمك العظيم الأعظم بجاه حق اسمك العظيم الأعظم ازرع في قلب كل واحد منا بذرة خشيتك بذرة حبك يا رب العالمين ألم تقل ربنا والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم اجعلنا من شديد الحب لك يا رب العالمين اللهم املأ قلوبنا حبا بك وحبا لك وريضا بقضائك يا رب العالمين اللهم ارضى عن كل واحد منا اللهم ارضى عن كل واحد منا اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الجالية الطيبة على قلب رجل واحد اللهم أبعد عنهم الشقاقة والنفاقة وسوء الأخلاق واجعل بدل ذلك الطمأنينة والمودة والرحمة والألفة والسكينة يا رب العالمين اللهم احفظ أولادهم اللهم احفظ بناتهم اللهم احفظ أزواجهم اللهم احفظ زوجاتهم اللهم احفظ أحفادهم اللهم احفظ أموالهم اللهم احفظ عليهم عقولهم ودماءهم وأموالهم وثبتنا وإياهم في هذه البلاد من كل مكروه وسوء بجاه حق اسمك العظيم الأعظم اجعل هذا المسجد منارة لكل المسلمين اللهم إننا نسألك بجاه حق اسمك العظيم الأعظم وأنت الساعة يا رب سامع الدعاء أنت الساعة يا رب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم إنا مضطرون إليك اللهم فاكشف عننا السوء يا رب العالمين اللهم اكشف عننا السوء يا رب العالمين اللهم أزل الداء من سويداء قلب كل واحد مننا إن كان ثمة داء اللهم أنزل الدواء على كل مريض إن كان ثمة مريض بيننا اللهم أنزل الدواء برحمتك يا رحم الراحمين اللهم املأ قلب كل واحد مننا املأه إيمانا بك وتصديقا برسالتك ويقينا بما عندك يا رب العالمين اللهم اجعل آخر كلام كل واحد مننا بلسان مبين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم أحينا على محتواها واحشرنا على فحواها وثقل بها موازيننا يا رب العالمين بجاه حق اسمك العظيم الأعظم بجاه حق اسمك العظيم الأعظم وأنت الساعة تسمعنا كل واحد مننا رباه له عندك حاجات له عندك طلبات إن نطرق بابك الساعة يا الله إن نطرق بابك نلوذ بأعتابك نتوسل بجنابك نلجأ إليك يا الله نلجأ إليك يا الله إلا استجبت دعاء كل واحد مننا إلا تبتعلى المقصر فينا إلا زدت المطيع فينا طاعة وقرب إليك يا رب العالمين اللهم اجعل أقصى أماني كل واحد مننا أن يحشر تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعلنا من المتحبين في جلالك اللهم اجعلنا من المتحبين في جلالك اللهم ازرع في قلوبنا النور واجعلنا يوم القيامة على منابر من نور يا نور اقذف الساعة في قلب كل واحد مننا النور يا نور سطر في قلب كل واحد مننا النور الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اهدنا لنورك واجعلنا من من يسيرون بهداك ونورك يا رب العالمين بجاه حق اسمك العظيم الأعظم لا تخرج كل واحد مننا إلا وهو مجبور الخاطر اللهم اجبر كسر قلبي كل واحد مننا اللهم اجبر كسر قلبي كل واحد مننا يا رب إذن الساعة بجاه حق اسمك العظيم الأعظم لأبواب سمائك أن تفتح فاستجب لنا الدعاء يا الله استجب لنا الدعاء يا رب استجب لنا الدعاء فما ندري لعلها ساعة إجابة اللهم اغفر للمسيئفين اللهم اغفر للمسيئفين يا رب اجعلنا من المتمثلين حقا وحقيقة بفحوة الأخوة في الله والحب في الله واجعلنا من المتحابين في جلالك يا رب العالمين يا إمام المتقين يا أمان الخائفين يا ملجأ المضطرين يا ملجأ المضطرين يا مأوى الحيارة واليتامة والمساكين إنا قد احترنا في أمر أنفسنا يا رب يا رب إن ذنوبنا قد بلغت عنانا السماء وليس لها من دونك كاشفة أزفة الآزفة ليس لها من دونك كاشفة اكشف عنا يا رب اكشف عنا يا رب اللهم اكشف عنا ما حل بنا من البلاء والبلواء والداء وسوء القضاء واجعل بلد لذلك الفرج يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحظون بشرف شربة هنيئة مريئة من يد حبيبك وحبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم القيامة أمنا من الفزع الأكبر ارحمنا اجبرنا ارفعنا انفعنا ادفع عنا الأذى ادفع عنا الأذى يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا خزايا يوم الدين آمين 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 والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاة بعد اشتركوا في القناة